السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم اللي حالي ومجيناكم في فيديو جديدة بعد غياب طويل اللي هو طاجين السردين اللي بزاف حيل وبنين وخفيف وبالخفيف وجد نروحوا لطريقة التحذير اولا نجيبو هالطاجين تعطين اللي يكون ثقيل وإلا ما عندكش هالطاجين ديري طاجين يكون كما قلتلك ثقيل اول حاجة نديروها هي انا ندير زيت زيتون انا نستخدم زيت زيتون اذا انت ما تحبيش زيت زيتون نديري الزيت نمشي ندير كمية لابس بها حوالي جوج ملاعق احد ثلاثة يبقى حسب كمية تالما الخضر اللي راح تديروها نجيب بصلة تكون قطعتهم هكذا هذا الشكل نستفهم هما الولا نحاول نديرهم على كامل السطح بعد نجيب بطاطا كنت قطعتها بهذا الشكل تقدروا تديروا العكس يعني ديروا البصلة الفوق والبطاطا هي التحتة اذا كانت البطاطا بالنوعية لما تطيب لكمش بالخف لكن جيني غالمون بطاطا يعني ما فيها شروح بالخف الطيب والخضر اللي تديروهم احنا يبقوا اختياري لكن من الاحسن تديروا بطاطا بصلة اطماطم ايضا في الوسط نديرو هكذا رون ديلات ومن بعد نجيبوا قرفية نديرو فيها قليل من الماء شوية تعمى ملح فلفل اسود وكركم وملعقة تعتماطم مصبرة ونحاول نحلها ونمزج الخالط نروحوا نروحوا الطاجين ونفرقوا عليه هذك الخالط نديرو شوية مع الدنوس ونديرو ورقة تعرمت وحرورة ونغطوه بالاليمينيوم نخطيه بالغطاط ونحطوه فوق النار تكون قليلة انا كان عندي هنا ياسردين اغسلته ونحيت له كامل شوك ودرت له التوابل وكان خليهم نقوم مكتوبين اهنا يولا في صندوق الوصف بعد ما درت التوابل خليت السردين يتشرب فيه مليح وكي معلبة الكومراني دائرة عصير الليمون هكي يتشرب لي مليح مليح ونخليه جانبا من بعد كي طابت لي هذيك الخضراء كامل اولا الطاجين كيف تحتوه شفت البطاطا اذا طابت شفت كل شي عندنا هنا زيتون طامرقة كنت غليته من قبل وزيتو على الخالط يعني زيتو في الطاجين نحاول نشوي السطح بعد ما طابت كامل الخضر نروح نستف السردين بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر ستفت السردين كامل مليح مليح على السطح لازم نتاكدوا باللي تكون الخضراء طابت لان السردين بالخفي طيب وم بعد نزيدو هذيك الألمينيوم رجعوهم بعد اللغطاء بعد ما طابلنا كل شي والله لازدنا له المعد نوس وكما راكم تشاهو في التقديم يشاهي وبزاف منين نتمنى انكم تجربو وتشاركوني بتطبيقاتكم في الجروب على الفيسبوك طبعا نازلو له عصر الليمون وبصحتكم وشاهية طيبة ومنلتقي في فيديو جديدة وانشاء الله نلقاكم بخير وما تنسوش بالجرام والتعليقات والاشتراك وإذا أجبكم القناة بارتاجوها مع أصدقائكم وحباب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لا ترجمة نانسي قنقر شكرا